وما إن وطئت قدمه أرض نيالة إلا وحطلت الأمطار فرحا واستبشارا بهذه الزيارة الميمونة اسمحوا لي أن أقول عن هذا الشيخ الكبير وماذا عسايا أن أقول عنه وماذا عسايا أن أقول عنه وهو شيخ الإسلام وسعادة الأنام وصاحب الوقت ومزيل المقت وهو الذي عمت شهرته الآفاق فعرفه القاصي والداني وعرفه الشرق والغرب وعرفه حتى بلاد الكفر وماذا عسايا أن أقول وشيخنا الهمام لو رأيت كثرة أسفاره وانتقاله من بلد إلى بلد وحضوره للمؤتمرات العالمية وإلقائه المحاضرات في مختلف بقاء العالم لظننت أنه لا يسكن لحظة واحدة في مقره نيجيريا لتيقلت أنه حياته كلها أسفاره وماذا عسايا أن أقول فلو رأيت كثرة الواسدين عليه والشاتين الرحال قاصدينه في مقره ميدقي لظننت أنه لا يفارعها لطة من اللحظات وماذا عسايا أن أقول لو رأيت المئات من الكتب التي ألفها ما بين رسالة ومجلد ومجلدات لظننت وأيقنت أنه لا يفارق المقره لحظة من اللحظات وماذا عسايا أن أقول فلو رأيت كثرة الأحباب والأتباع والمريدين في جميع الأسقاع شرقا وغربا جنوبا وشمالا في كل بقعة من بقاع الأرض لظننت أنه لا يغفل عنهم في أي وقت من الأوقات فرضي الله عنه أرضاه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه النفحة الطيبة المباركة في هذا اليوم المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقيه لنا زخرا للإسلام وللمسلمين عامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه لنا من كيد الكائدين والأعداء والحسان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين في اتباعه وأن يجعلنا ممن نهج منهجه وسلك طريقه حتى نحشر معه إن شاء الله أيها الأخوة الأحباب كما قلت في بداية حديثي هذه المناسبة الطيبة لو تحدثنا عنها ليلا طويلة لما قضينا فيها لياليا ولما عطيناها حقها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الزيارة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل كل أعمالنا خارص الوشي الكريم وأن يتقبلها منا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا كما قلنا لسلوك نهجه واتباعه ثم كما أسلفت هذا المكان ما أنشأ إلا بإشارة منه واختياره والذي قام على هذا المكان وجتهد في تأسيسه وهو علم من أعلام هذه المدينة وبطل من أبطالها وهو خليفة شيخ الإسلام في السودان أنحاء السودان أولها هذا هذا المجمع الكبير الذي يضم إلى جانب هذه الزاوية والمسجد المكتبة التي فيها من أمهات الكتب ما لا نجده مجتمعا في مكتبات الجامعات الكبيرة الذي ما إن يذهب إلى بلد من البلدان إلا وهمه الأول جمع الكتب لهذه المكتبة ثم من مرافق هذا المجمع الخلوة الخارجية التي هي أمامنا والتي تأسست بتأسيس هذه الزاوية ثم الخلوة الخارجية في المجمع والتي فيها من الطلاب قرابة الخمسمائة الطالب كلهم في الداخلية ويسكنون فيها ويتناوذون طعامهم فيها وكل هؤلاء الشيوخ كل هذه القلوة تخرج كل سنة شيوخا حفظة وفي هذا العام وفي هذه المناسبة سنحتفل اليوم وبعد قليل بدخلية أكثر من ثلاثين حافظ في هذا العام فقط ثم كذلك بها المدرسة التكميلية كلها من مرافق المجمع هذه المدرسة التكميلية هي رافق يتغذى من الخلوة بعدما يحفظ الطالب القرآن ينتقل إلى المدرسة التكميلية التي تبتع بالفصل السادس الفصل الخامس إلى الثامن أربع سنوات ثم يمتحن إلى الثانوي وفي المجمع أيضا المعهد الثانوي الذي تشرف فضيلة شيخ الإسلام بافتتاح هذا المعهد فشرفنا بهذا الافتتاح بهذا المعهد الذي أسس وافتتها هذا العام وهذا هو عامه الثاني كذلك من مرافق المجمع قسم النساء وفيه الخلوة الخارجية ومدرسة اليافعات كذلك أيضا من مرافق المجمع الخدمية المركز الصحي وكذلك الورشة لتدريب المهني وكذلك أيضا من المرافق العلمية قسم اللي هي بجانب المكتبة قسم التصوير الفوتوغرافي وقسم الكمبيوتر وكذلك أيضا قسم تصوير الفيديو وكثير من الأشخاص الموجودة هنا وإن شاء الله سترى النور حتى تكون للجميع يقتبس منها ويأخذ منها هذا هو المجمع الأصلي هنا في نيالة الرئاسة وهناك مجمعات كثر في ولاية شمال دارفور الفاشر وفي غرب دارفور الجنينة وفي شمال كردفان الأبيض وفي جنوب كردفان كادقلي وفي النيل الأزرق في مجمعين في الدمازين وفي بدوس وفي ولاية القضارف أيضا مجمعين مجمع في القضارف ومجمع في باندغيو كذلك أيضا مجمع في كسلة ومجمع في أمدرمان وكذلك أيضا مجمع في ضنقلة وغير ذلك من المجمعات الكثيرة التي ستنتشر إلى جميع ولايات السودان كذلك أيضا مجمع في رهيد البردي وكل هذه المجمعات يرعاها الشيخ وفيها مقدمين من مقدميه وتلاميذه وأحبابه وكل منطقة بها مجمع فيها زاوية من زوايا الشيخ رضي الله عنه وهناك زوايا أخرى مثل باب نوسى وأبو جبيهة وغيرها من المناطق الكثيرة التي فيها زوايا شيخنا موسر